موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة في أروقة رمضان وموعدنا اليوم مع شخصية من أعظم شخصيات تاريخنا الإسلامي على الإطلاق موعدنا اليوم مع رجل سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالسيد وتنبأ أنه سيكون صاحب فضل عظيم على الأمة الإسلامية وهو ما كان طبعا موعدنا اليوم مع الرجل السيد الذي أصلح الله به بين المسلمين فكان له بذلك الذكر الحسن والخالد منذ فعلها وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا شك أنكم قد عرفتموه موعدنا اليوم مع شخصية السيد الجليل والصحابي العظيم خامس الخلفاء الراشدين وأمير المؤمنين أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما الذي ولد في مثل هذا اليوم خمستاشر رمضان من العام الثالث للهجرة فكان يوم سعد على الأمة والمسلمين أجمعين لما ولد الحسن سماه أبوه علي ابن أبي طالب حربا سماه حربا وكانت العرب من عادتها أنها تسمي أبناءها تسمية شديدة صلبة مخيفة يعني ترى في أسماء العرب حرب مرة حنظلة صخر ضبع وذلك يعني لما يكون لهذه الأسماء أو لمثل هذه الأسماء من وقع في نفس العدو بينما كانوا يدخرون الأسماء اللطيفة للخدم والموالي والجواري فكانوا مخلا يسمونهم بلال عمار حسنة ونحو هذه الأسماء اللطيفة وينقل في كتب الأدب أن أحدهم لما سئل في ذلك قال نسمي أبناءنا لأعدائنا أولا نحن نحاربهم فالمفترض أن العدو حين يسمعوا في الحرب اسم مرة وحنظلة وصخر هكذا فقال نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي موالينا لنا لأنه هم الذين سينادون على الموالي بعمار وبلال وهكذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يغير كثيرا من أسماء صحابته لما علم أن علي بن أبي طالب سمى هذا المولود حربا سماه الحسن ويبدو أن سيدنا علي كان معجبا بهذا الاسم فلما أنجب الحسين سماه حربا أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه بالحسين الحسن كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه مما يروى في موقف مؤثر أنه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بلايال بسيطة رأى الحسن يلعب مع الصبيان في المدينة طبعا الحسن في ذلك الوقت كان حوالي 8 سنين النبي توفي سنة 11 الهجرة والحسن ولد في سنة 3 فكان يعني 8 سنوات فيلعب مع الصبيان في المدينة فلم يملك أبو بكر إلا أن أمسكه فحمله على عاتقه يعني وهو يقول بأبي يعني يفديه بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وكان علي واقفا وحاضرا وهو يضحك وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمله يوما هو الحسين ثم قال اللهم إني أحبهما فأحبهما وهو الحسن الذي كان سبب إيراد الحديث العظيم اللي احنا كلنا حفظينه لما الحسن كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يقبله فنظر الأقرع ابن حابس فقال له إن لي عشرة من الولد أو تقبلون أبناءكم إن لي عشرة من الولد ما قبلت منه واحدا فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم وفي رواية وماذا أفعله لرجل نزع الله رحمة من قلبه فهذا السبب هو سيدنا الحسن رضي الله عنه وأكضا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي أخيه الحسين هما ريحان تاية من الدنيا وهما سيدا شباب أهل الجنة وهذه كلها أحاديث صحاح الحسن بن علي يعني نشأ فيه شخصية السيادة صفات السيادة التي يجب أن يتمتع بها السيد فهو كان شخصية قوية وكان كريما مضيافا سمحا جوادا مشهور بالكرم حتى أن أبوه علي بن أبي طالب وصفه بقوله أنه صاحب جفنة وخوان الجفنة اللي هو إناء الطعام الكبير وخوان اللي هي المائدة صاحب جفنة وخوان وفتن من الفتيان ويعني مما ورد عنه في في مسألة كرمه ما أورده ابن سعد في الطبقات أنه قاسم الله في ماله مرتين أو ثلاث يعني أنه أخرج في سبيل الله نصف أمواله أو نصف ما يملك وأخرجه مرتين أو ثلاث وطبعا هذا دليل من دليل على جوده وسماحته وسخائه رضي الله عنه وفوق ذلك كان أيضا فصيحا خطيبا مفوها حتى أن أخوه الحسين رضي الله عنهما وعن أبيهما أخوه الحسين قال له يوما وددت لو أن لي بعض ما بسط لك من لسانك ومما يروع عن هذا ما نقله التابعي والمدني والمشهور عمير بن إسحاق كان يقول ما تكلم عندي أحد كان أحب إلي إذا تكلم أن لا يسكت إلا الحسن وما سمعت منه كلمة فحش قط وحتى هو يروي أنه يعني أكثر أكثر كلمة شديدة قالها الحسن كان حصل نزاع بين الحسين وبين آخر المهم فسيدنا الحسن كان آخر ما قاله ليس له عندنا إلا هذا على رغم أنفه فكلمة على رغم أنفه يعني اللي احنا بنقولها دلوقتي غصب عنه أو يعني أو أعلى مفخيله يركبه مثلا يعني هذا آخر هذه أفحش كلمة قالها الحسن كما يروي عنه عمير ابن إسحاق فطبعا ذكرنا أن الحسن كان موضع حب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كانت العلاقة بينه وبين الخلفاء الرشدين أبي بكر وعمر علاقة حب وطبعا مع حداثة سنه في ذلك الوقت والنبي توفي وعنده ثمان سنين لكن يظهر ويبرز اسم سيدنا الحسن في خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فنراه من الفاتحين المجاهدين وجاء ذكر اسمه في فتح إفريقيا إفريقيا التي هي تونس الآن في معركة صبيطلة وفي جيش اسمه معرف بجيش العبادلة وإن شاء الله هذه المعركة سنأتي على ذكرها في حلقة لاحقة حين نتحدث عن فتح الأندلس فالقصد هنا أنه كان الحسن بن علي في جيش العبادلة الذي فتح صبيطلة وكان هذا من أهم مراحل ومحطات الفتوح الإسلامية في تاريخ المغرب الإسلامي وفي تاريخ الأندلس وكذلك ثبت بالروايات الصحيحة أن سيدنا الحسن كان في المدافعين عن سيدنا عثمان يوم الدار يوم الدار يعني هو اليوم الذي قتل فيه سيدنا عثمان رضي الله عنه عرف بيوم الدار وتعرفون قول الشعر من صره من صره الموت صرفا لا مزاجا له فليأتي فليأتي عثمان في أيام الدار سبحان الله ذهب من بيت الشعر لا عليكم المهم أنه سيدنا عثمان سيدنا الحسن كان من المدافعين عن سيدنا عثمان في يوم الدار وأصيب في ذلك اليوم وهو يحاول صد أولئك المتمردين المفتونين رضي الله عن عثمان وعن علي وعن الحسن وعن الصحابة أجمعين لكن أعظم مناقب الحسن على الإطلاق هي منقبته التي وصفاه فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالسيد وبأن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين الحديث يقول بأنه كان النبي يخطب وجاء الحسن وعليه حلة حمراء فكان يتعثر في مشه يعني الثوب كان طويل فكان يتعثر فلم يملك النبي نفسه أن نزل من المنبر وأخذ الحسن وحمله وقال إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين هذا الحديث يفرح به أهل السنة لأكثر من أمر لأن هذا الحديث فوق ما يثبته من فضيلة الحسن في نفسه يثبت الإسلام لكل الطائفتين طائفة علي رضي الله عنه وطائفة معاوية رضي الله عنه فهذا الحديث هو يعني مركز يعتبر حديث مركزي في عقيدة أهل السنة والجماعة فبالتالي يعني هذه المنقبة الكبرى هي منقبة للحسن في نفسه وللفئتين أيضا فئتين عظيمتين من المسلمين وعليها سارة أهل السنة والجماعة ولذلك سنجد أنه يعني تهيئة من الله تبارك وتعالى لهذا الفضل الكريم فقلنا أن الحسن نشأ متصفا بصفات السيادة وكان ذا نظر بعيد وتوقع سديد للمألات وكان في رجال أبيه سيدنا علي بن أبي طالب يعني كان من المقربين منه ومن أهل مشورته ومن يقرأ الروايات يرى أن سيدنا علي كان يستشيره وكان يفضي إليه فيما بعد يعني يستشيره قبل الحدث ويفضي إليه فيما بعد مع أن الحسن رضي الله عنه كان كثيرا ما يخالف أباه علي بن أبي طالب في بعض المواقف فمثلا سيدنا الحسن كان معطرض على سيدنا علي أن يبقى في المدينة في وقت حصار عثمان لكي لا ينسب إليه يعني لا ينسب إلي سيدنا علي كذبا وزورا بالطبع أنه أعانى على سيدنا عثمان أو أنه يؤيد المتمردين على فعلهم أو أنه يوافقهم على رغبتهم في توليه الخلافة فلكن سيدنا علي يعني لم يوافق على هذا ولم يرى أنه هذا يعني رأي صوابا في ذلك الوقت وطبعا سيدنا الحسن يعني نصحه أن يتوجه إلى مكة وسيدنا علي كان يقول ما كان لمثلي أن تستحل من أجله مكة الأمر الثاني أنه سيدنا الحسن أيضا كان معطرضا على أن يستجيب سيدنا علي لتولي الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان وطبعا سيدنا علي كان في ذلك الوقت بعد مقتل عثمان موضع رضا من الجميع تقريبا من أهل المدينة الصحابة والأنصار الصحابة المهاجرين والأنصار وحتى من قسم من أهل الفتنة فلكن سيدنا الحسن كان يرى أنه لو سيدنا علي تولى الخلافة في هذا الوقت فهذا الأمر سيحمله عبء أخذ القصاص من قتلة سيدنا عثمان وأن الظروف الآن يعني حتى بني أمية إذا أرادوا الأخذ من قتلة عثمان وبقية الصحابة حين فجعهم قتل عثمان فكان تقدير سيدنا الحسن أنه الآن ليس الوقت المناسب لتولي علي ولكن إذا انتظر علي فترة من الفترات رأى الجميع أنهم في حاجة إلى أن يتولى هو الخلافة فحينئذ يطلبوها هم منه فبالتالي لا يكون متوليا إياها وهو تحت هذا العب يعني عبء الأخذ بالقصص من قتلة عثمان فلذلك يعني سيدنا علي طبعا كان تقديره أنه الأمر لا يحتمل هذا التأجيل وأنه لا بد للناس من إمام ومن خليفة و لذلك تولى سيدنا عثمان تولى سيدنا علي الخلافة لأن تقديره كان أن الضرر الأكبر هو الفساد الأعظم في بقاء الناس بلا إمام كان الحسن أيضا معترضا على سيدنا علي في خروجه من المدينة لقتال أهل الجمل و صح أن علي رضي الله عنه بعد انتهاء المعركة قال لابنه يا حسن ليت أباك مات من عشرين سنة فقال الحسن يا أبتي قد كنت أنهاك عن هذا و قال سيدنا علي يا بني لم أرى أن الأمر يبلغ هذا نواصل بعد هذا الفاصل مع مواقف الاعتراض بين سيدنا علي و سيدنا حسن رضي الله عنه فابقوا معنا بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله ذكرنا أن سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنه كان من رجال أبيه و كان مستشارا له و حل رغم ما بينهم من الخلاف و ذكرنا الخلافات التي كانت بين سيدنا علي و سيدنا الحسن في مسألة بقائه في المدينة وقت مقتل عثمان و في مسألة توليه للخلافة بعيدة مقتل عثمان و مما وقع فيه الخلافة أيضا بين الرجلين الكبيرين أن سيدنا الحسن كان معترضا على سيدنا علي أن يغير العاصمة و أن يستقر في الكوفة لكن سيدنا علي كان له تقدير آخر أن سيدنا علي كان يرى أن أهل الكوفة هم يعني عصبته و شوكته لكن كان أهل المدينة زاهدين في هذا القتال و بالتالي فقدر سيدنا علي أنه يجب أن يذهب إلى الكوفة و أن يغادر المدينة لأنه لا خليفة بلا شوكة و لا عصبة يعني هذا أمر طبيعي أنه لا بد للخليفة أن يكون بين أكثر الناس المتحمسين معه و توقع الحسن أنه إن تغيرت العاصمة من المدينة فلن ترجع إليها مرة أخرى و هو بالفعل ما كان و هذا كله دليل على بعد نظره رضي الله عنه و كان أيضا يختلف مع سيدنا علي في قتال أهل الشام لكن تقدير سيدنا علي رضي الله عنه أن وحدة الأمة من الواجبات و الضرورات التي لا يمكن التفرط فيها ما يهمنا الآن أنه يعني مع هذا الخلاف في التقدير بين سيدنا الحسن و بين أبيه سيدنا علي بن أبي طالب إلا أنه كان له سامعا مطيعا يعني سيدنا الحسن كان لأبيه سامعا مطيعا و بلا شك فإن سيدنا علي هو صاحب الحق و هو الأقرب إلى الحق بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صراعه مع معاوية فيعني تقدير سيدنا علي كان هو الأقرب إلى الحق بنص النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أنت ترى في هذه الاعتراضات من الحسن و التي وافقه سيدنا علي في بعضها فيما بعد أنها كانت تدل على عقل راجح و على توقع للمألات فقلنا أنه رغم هذه الاعتراضات كان سيدنا الحسن دائما حاضرا مع أبيه و كان سامعا لأبيه مطيعا له و حضر معه المشاهد كلها و كان من قادة جيشه و هو سيدنا علي الذي أنهض أهل الكوفة لأبيه و أخذ منهم البيعة له هو سيدنا عمر بن ياسر لأنه كان الوالي السابق سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان معتزلا لهذه الفتنة و القتال فكان الوضع مضطرب في الكوفة حتى أقامه من جديد الحسن و عمر بن ياسر و من فضائل الحسن أيضا أن سيدنا علي كان يستعين به في القضاء بين أهل الكوفة و كان الحسن أيضا يجلس لتعليم أهل الكوفة و تحديثهم و كان سيدنا علي معجبا بسرعة نبوغه فلذلك حتى من الأمثال المشهورة التي صارت مثلا أنه سيدنا علي لما رآه يقضي و طبعا هناك قضية مشهورة يعرفها الباحثون في هذا الباب أول قضية قضى فيها الحسن أصاب فيها السنة و كذلك لما وجده يدرس فكان أيضا تدريسه تدريسا يعني يلتف حوله الناس و يعجبون به فسيدنا علي بن أبي طالب قال طحن إبل لم تعود طحناء يعني و هذا صار مثل هو مثل يضرب لمن يباشر عمل لأول مرة فينبغ فيه حتى لو كان بدون خبرة و من أقول سيدنا علي فيه إن لكل قوم صدادا و إن صدادنا الحسن ذكرنا إن درة أعماد الحسن من أبي طالب هو سعيه في الصلح بين المسلمين و ذلك لما استشهد سيدنا علي رضي الله عنه فاختار سيدنا الحسن أن يتنازل لمعاوية عن الخلافة و بذلك اجتمعت الأمة كلها تحت خليفة واحد و عادت متواحدة من جديد و هي الحادثة التي صدقت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد و إن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين طبعا تبدأ القصة من مقتل سيدنا علي بن أبي طالب هو الذي كان مقتله على يد أشقى الناس عبد الرحمن بن ملجم المرادي عبد الرحمن هذا كان جزءا من مؤامرة كبرى للخوارج و يعني هنا الخوارج في واقع الأمر نموذج عجيب في ضيق النفس و ضيق العقل يعني أولئك تصوروا إنهم هيحلوا مشكلة الأمة التي انقسمت بين علي و معاوية حين يغتالون أقوى الرجال فيها فدبروا أن يغتالوا في ليلة واحدة علي و معاوية و عمر بن العاص و تصوروا إن هذا هو الحل و بالفعل نجحوا في اغتيال سيدنا علي رضي الله عنه و سنأتي إليه في حلقة قادمة يوم 17 رمضان لأن سيدنا علي استشهد في صبيحة هذا اليوم و معاوية أصابته الطعنة يعني طعنة و ظل جريحا منها لمدة شهور و كان هذا على يد البركة بن عبد الله و عمر بن العاص نجى لأنه في تلك الليلة أصيب بوجع في بطنه فلم يخرج لصلاة الصبح فصلى بالناس خارج ابن حذافة فتلقى الطعن القاتلة بدل سيدنا عمر بن العاص و طبعا هذا هو الذي صار بعد ذلك مثلا لما القاتل اللي هو عمر بن بكير قال أردت عمرا و أراد الله خارجه فهذا صار مثلا فيما بعد فالمهم أنه بعد استشهد سيدنا علي بايع أهل العراق لابنه الحسن بن علي بالخلافة فاشترط عليهم شرطا قال تسالمون من سلمت و تحاربون من حربت و كان أهل العراق في ذلك الوقت يحبون الحسن كحبهم لأبيه و لربما أشد لكن الخوارج و السبائية فهموا من هذه الكلمة لسيدنا الحسن أنه يسعى في المسالمة و أنه يذهب إلى المسالمة مع أهل الشام فخططوا لاغتياله أيضا و بالفعل تعرض سيدنا الحسن لأكثر من محاولات اغتيال منها أن أحدهم طعنه و هو ساجد في جامع الكوفة و هذا أيضا ينبهنا إلى أن هؤلاء الخوارج لا يحرمون حتى مساجد الله فسيدنا علي طعن في المسجد و حذافة الذي كان مكان عمر بن العاص طعن أيضا في المسجد و هذه المحاولة مع الحسن كانت طعنته أيضا في المسجد لكن هذه الطعنة جاءت في فخذه فأصيب فيها و ظل شهورا و عوفي بعد ذلك و ثم لما عوفي خطب خطبة مؤثرة كان يقول فيها يا أهل العراق اتقوا الله فينا فإن أمراءكم و ضيفانكم و نحن أهل البيت الذي نقال الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجزة أهل البيت و يطهركم تطهر و ما زال يكرر ذلك حتى ما بقي أحد في المسجد إلا و هو يخن بكاء الخن هو البكاء الأزيز يعني البكاء المكتوم المهم أنه هنا فهم الحسن سيدنا الحسن بن علي و هو أيضا كان كارها للقتال أيضا يعني من الأول يعني كارها للقتال أصلا لكن بعد هذه الحوادث فهم ما في نفوس الخوارج من الغدر و كذلك رأى في نفوس أهل العراق حماسة لحرب أهل الشام فعمل بحكمته على امتصاص هذا الشعور و عمل على السعي في الصلح بحكمة و تؤدى فأولا فجهز جيشا ضخما كبيرا طبعا من جهة هذا يمتص حماسة أهل العراق و يحاول أن يداري موقف الخوارج و السبائية و من جهة أخرى طبعا فلا بد من إظهار أقصى قدر من القوة لتحقيق أعلى ضمان و أمان لتحقيق الصلح يعني بطبيعة الحال إذا أردت السلم فلتكن قادرة عن الحرب الضعيف يستسلم الضعيف لا يفاوض و العاجز عن الحرب عاجز عن السلم أيضا لذلك كله يعني لكي يعالج سيدنا الحسن أمر أهل العراق و كذلك أمر أهل الشام أظهر أنه عزم على الخروج لحرب أهل الشام و حشد جيشا ضخما تصفه الرواية الصحيحة بأنه أمثال الجبال الرواية في البخاري حتى قدر عدده بسبعين ألفا أو أكثر و كانت مقدمة هذا الجيش من إثنى عشر ألفا من أقوياء المقاتلين بقيادة قيس بن سعد بن عبادة و طبعا قيس بن سعد بن عبادة من أشهر الرجال الذين كانوا يعني مؤيدين لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه و من أهم الذين يتحمسون لقتال أهل الشام و خرج بهذا الجيش خرج الحسن بهذا الجيش من الكوفة إلى المدائن فنقول أنه بهذا حقق الغرضين الأول امتصاص طاقة أهل الكوفة و المقاتلين الحرسين على قتال أهل الشام و الثاني هو الظهور بأقصى قوة ممكنة ليكون ذلك أنجح و أضمن في تحقيق الصلح و لذلك سنجد أن حتى سيدنا عمر بن عاصل ما رأى جيش الحسن قال إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها فقال معاوية و من لي بالناس إذا فني هؤلاء يعني نفسه سيدنا معاوية أدرك أنه الصلح أو لا طبعا بعض المؤرخين و المحللين يضيف يعني هدف ثالث من الخروج من الكوفة إلى المدائن أنه هو بخروجه إلى المدائن خرج من معقل السبائية و من المكان الذي ينتشر فيه الخوارج فكانت المدائن في حال أكثر أمانا و أكثر مناسبة لتتميم الصلح من المدائن جرت مراسلات متكررة بين سيدنا الحسن و سيدنا معاوية رضي الله عن الجميع و في المدائن هناك خطب خطبته التي أعلن فيها أنه يريد الصلح فقال إني والله ما أحب أن ألي من أمر المسلمين ما يزن مثقال حبة من خردل يهراق فيه محجمة من دم و هنا يعني كان هذا تصريحا بأنه يريد أن يمشي في الصلح و بالفعل يعني حصل أن هذا استثار رغبة الغادرين من جديد في اغتياله فدبروا إثارة فوضى في المعسكر و اقتحمت مجموعة منهم خيمة الحسن واستطاع أحدهم أن يطعنه طعنة كانت أيضا طعنة غير قاتلة و إنما أصيب فيها إصابة و حصلت بعد ذلك أمور لكن بالنهاية كان سيدنا معاوية حريصا على الصلح و كذلك سيدنا الحسن وقعت بينهما اتفاقيات تتعلق بأموال و تتعلق بيعني نستطيع ما نسميه العفو العام عن كل ما سفك من الدماء و يعني شروط أخرى و كان سيدنا معاوية عبر سفيريه عبد الله بن عامر بن كوريز و عبد الرحمن بن سمر مستعدا لأن يوفيه كل هذه الشروط و تم هذا الصلح و دخل معاوية و الحسن إلى الكوفة و تنازل الحسن لمعاوية عن الخلافة و هنا عادت وحدة الأمة من جديد و سمي هذا العام العام 41 الهجرة هو يعني عام الجماعة و هو اليوم الذي نقول إنه يوم مركزي في حياة الأمة الإسلامية فكل من يؤيد الحسن و كل من يحب وحدة الأمة هو من أهل السنة و الجماعة و أما الذين اعترضوا على عمل الحسن فهم الذين أسسوا فيما بعد لهذه المذاهب الضلة رحم الله الحسن السيد الجليل و نسأل الله تبارك و تعالى أن يمنى علينا بأمثاله و نسأله تبارك و تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا و أن ينفعنا بما علمنا و أن يزيدنا علما و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة